موسيقى الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدنا بعد الفاصل ونحن نستكمل حديثنا حول ملائكة الرحمن الله سبحانه وتعالى خلقهم جعلهم أجساما نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يصفون بذكورة ولا بأنوثة ويقومون بأعمال عديدة من ضمن هذه الأعمال أن الله سبحانه وتعالى ينزل عددا من الملائكة في ليلة القدر اسمع معي قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إحنا صيمين رمضان وكل واحد فينا عمل يدعى ربنا سبحانه وتعالى اللهم بلغنا ليلة القدر ربنا سبحانه وتعالى يقول عنها وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إيه اللي بيحصل فيها؟ قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة القدر هذه الملائكة تنزل فيها لتسيح في الأرض تنتشر في الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى إلى مطلع الفجر زد على ذلك من ضمن هؤلاء الملائكة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى ينزلون إلى الأرض الملائكة الذين اسمهم الحفظة الحفظة موكلون بحفظ بني آدم يحفظون الله تعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار اتناشر ملك بالنهار واثناشر ملك بالليل مهمته منهم يحفظوا حضرتك بأمر الله عز وجل يعني مهمة هؤلاء الملائكة أنهم حفظت لك بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يعني يحفظونه بأمر الله من أمر الله واحد ييجي كده فيلاقي أنه اتخبط كانت الخبطة دي هتيجي تحت عينه يعني الخبطة كانت هتيجي في عينه بس يعني من ساتر ربنا أنها تحت العين بالضبط فيقول يا سلام شفت؟ آه ده الشيء اللي جيب أصاب عيني ده أو أصاب أسفل عيني كان ممكن يجي في العين لكن الله سبحانه وتعالى جعل على هذه العين حارسا عندما يشاء الله تعالى أو يقدر على عبده أن تصاب عينه فإن هذا الملك يبتعد بأمر الله سبحانه وتعالى إنما في غير كده له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ربنا سبحانه وتعالى بيسأل هؤلاء كيف أتيتم عبادي وكيف تركتموهم تقول الملائكة أتيناهم وهم نصلون جينا بيبدلوا مع بعض في وقت الفجر وفي وقت العصر تيجي الملائكة اللي من الفجر لحد صلاة العصر تطلع تحضر صلاة العصر مع حضرتك وبعدين تطلع وبعدين تيجي ملائكة غيرها تمسك من أول صلاة العصر لحد صلاة الفجر وهكذا الورديات أو التعاقب بين هؤلاء الملائكة الملائكة عندما تصعد إلى الله عز وجل يسألهم الله تعالى كيف وجدتم عبادي وكيف تركتموهم تقول الملائكة أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون أول عياذ بالله واحد تاني كن في حال معصية فالملائكة تقول أتيناهم وهم يعصون وتركناهم وهم غافلون إلى غير ذلك فانظر أخي الكريم ما هذه الشهادة التي تحب أن تكتب عليك من الملائكة وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم سألتم عن خلق الإنسان أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله تعالى ردا عليهم إني أعلم ما لا تعلمون الملائكة يسألهم الله سبحانه وتعالى عن حال الإنسان في الدنيا فمن الناس من يكون مصليا لله عز وجل وهنا كأنهم يقولون يا ربنا ظلمنا هؤلاء الناس قد كنا نحسب أنهم يسفكون الدماء لكن وجدناهم يتعبدون لك زد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل من هؤلاء الملائكة من هم موكلون بأعمال بني آدم ليسجلوها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب شديد المراقبة وعتيد بمعنى أنه ملك حاضر معك لا يغيب عنك بأدي معنى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملك الحسنات أمير على ملك السيئات تعمل معصية ملك السيئات يقول له أكتبها فيقول له انتظر أمهله لعله يتوب إذا تاب العبد فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته ويغفر له ذنبه طيب وإذا لم يتوب فإن الله سبحانه وتعالى يسجلها عليه هذه معنى أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات طيب وأول ما تعمل حسنة على طول ملك الحسنات يسجلها بسرعة ما يقولش هتأخر ما يقولش لا استنى يمكن يرجع إنما أول ما تفعل الحسنة تسجل لابن آدم هذا الأمر معناه أن تستحي من هؤلاء الملائكة حتى لا يرواك في حال معصية ولا يشهدوا عليك من ضمن هؤلاء الملائكة من يبحثون في الأرض عن حلق الذكر مجالس العلم مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا وجدوا هذا المجلس نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغياتكم فيذهبون إلى حلق الذكر يتحلقون في يعودوا كده يسمعوا مجلس العلم ويحضروا معك في المسجد ويبقى الآمر نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة في أثناء حلق الذكر ودرس العلم وبعدين ينفضون عن ذلك فيذهبون إلى الله تعالى يسألهم الله عز وجل كيف وجدتم عبادي وكيف أتيتموهم وكيف تركتموهم وبعدين يسألهم الله سبحانه وتعالى من أي شيء يتعوذون تقول الملائكة يتعوذون بك من النار يقول الله تعالى وهل رأوها تقول الملائكة لا يا رب يقول الله تعالى فكيف بهم إذا رأوها أما لو شفت الناس النار هتعمل إيه تقول الملائكة يكونون أشد تعوذا بك منها يقول الله تعالى أي شيء يطلبون الناس وهي في الجامع بتعمليه الناس اللي رايح المسجد بيصلي الترويح والناس اللي أعدى معتقفة في الجامع والناس اللي أعدى تحضر درس العلم في الجامع بيطلبوا من ربنا إيه تقول الملائكة يسألونك الجنة يا رب يقول الله تعالى وهل رأوها تقول الملائكة لا يا رب يقول الله تعالى فكيف بهم إذا رأوها تقول الملائكة يكونون أشد طلبا لها يا رب فيقول الله تعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم الملائكة بنفرط هذا الثواب وسعت هذه الرحمة تقول يا رب إن فلان ليس منهم إن فلان ليس من فلان ما كانش حاضر عشان الدرس وفلان ما كانش رايح ده واحد اللي غصب عليه أنه ياخده معاه الجامع وفلان اتكسف وراح الجامع يعني مكسوف من فلان صاحبه إلى غير ذلك يقول الله تعالى هم القوم لا يشقى جليسهم نريد أن نعمر بيوتنا بذكر الله تعالى الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو فيه تمثال وبالتالي نظف بيتك حتى تنقيه لتدخل فيه ملائكة الرحمة دخلت ملائكة الرحمة تعمر البيت بالدعاء تعمر البيت بالتأمين تصلي في البيت حملة العرش يدعون لك يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم ارزقنا هذا الفوز واجعلنا من الفائزين تابعونا بعد الفاصل لنستكمل حديثنا حول بقية الخلق اشتركوا في القناة